السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم بالأخبار يا رب دايما تكونوا بخير في نوعية معينة من التعليقات بتكون محبطة ليا كمنشئ محتوى تعليمي ولكن مش دين مشكلة أنا تجاوزت المرحلة دي وهقولك ازاي دلوقتي المشكلة في كل من يقرأ التعليق المشكلة في الناس اللي بتتأثر بالسلب بسبب التعليقات دي ظنن منهم ان صاحب التعليق بيتكلم صح لما تلاقي واحد كاتب أنا بقالي خمس سنين على اليوتيوب أو بقالي ثلاث سنين ونفست كل النصائح وما فيش أي نتيجة وكل الكلام اللي انت بتقوله كدب وكل كلام مقرر وانت بتستغلوا الناس وفيه مصلحة والكلام ده كله الحمد لله على قناة علامة استفهام التعليقات السلبية اللي من نوعية دي كانت تكون اتنين في المية من التعليقات أو واحد في المية كمان وثمانية وتسعين تسعة وتسعين في المية من التعليقات إيجابية وناس بتقدر المحتوى وناس فوق دماغي من فوق حتى أصحاب التعليقات السلبية فوق دماغي برضو ولكن أنا حابب أوضح لك أنت كصاحب قناة وكمنشئ المحتوى أن أصحاب التعليقات دي فيه بعض الأشياء بيقولوها غلط أو مش كل الكلام اللي كاتبينه فيه التعليق صح هجيب لك خمس ست تعليقات وندخل على قنواتهم نشوف فعلا هل المشكلة فيه النصائح أو فيه التعليمات أو فيه كذا أو كذا أو المشكلة عندهم هم فإحنا الفيديو ده إن شاء الله هيكون مفيد إن إحنا هندخل على القنوات دي نشوف القصور فيها إيه نشوف كلام صحة ولا غلط أنت هتستفاد ممكن يكون أخطاء من اللي هما بيعملها أنت بتعملها فدي سبب في عدم نمو قناتك فتابع معايا ومحدش يزعل من أصحاب القنوات دي الغرض مش إن أنا أدخل أنتقدك في الفيديو الغرض إن إحنا نصحح أخطاء بعض ونوضح الأمور علشان محدش يتأثر بالنوعية دي من التعليقات لورد أبو رشاد بيقول إيه بقى بصراحة سويت كل نصائحك ولا فيها أي فايدة بلاش كدب واستغلال الناس البسيطة يا راجل حزبنا الله ونعمى الوكيل يا بو خارزميات يعني هو عمل كل النصائح بس مفيش منها فايدة وبيتهمنا بالكدب وبيتهمنا إن إحنا بنستغل الناس البسيطة هوضح لكم النقطة دي في آخر الفيديو عشان تعرفوا أنا بيستغل الناس البسيطة ولا لا وبيتحسبن فينا وبيتريع كمان على كلمة خارزميات اللي إحنا بنقولها في الفيديوهات عملت سيرش كده على القناة بتاعته ولقيته معلق من 8 شهور نفس التعليق ده وبصراحة يعني أنا ردت عليه برضو رد يعني محترم ولكن الرد بتاعه برضو رد غير جيد أنا ببقى عندي بقى فضول إن أنا أشوف القناة دي هل فعل إن هو كلامه صح ولا لا تعال كده ندخل على قناته طبعا قناته فيها 484 مشترك 125 فيديو الوصف بتاع القناة اللي هو قسم لمحة اللي المفروض الخارزميات اللي هو بالتريع عليها تعرف محتوى القناة من الوصف كاتف فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله الله مصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد ولكن مش ده الوصف بتاع قناة الوصف يكون فيه كلمات مفتحية لها علاقة باسم القناة ولازم يكون فيها اسم القناة وكلمنا في الموضوع ده قبل كده فده أول خطأ عنده غير كده أنه هو آخر فيديو عامله من 6 شهور وعبارة عن تسجيل شاشة اللعبة الفيديو اللي قبله من 7 شهور 10 شهور 11 شهر الفيديو اللي قبله من سنة منزل في سنة 5-6 فيديوهات وبعد كده من 3 سنين هل ده استمرارية؟ هل ده انتظام في النشر؟ هل ده صورة مصغرة؟ هل ده عنوين؟ تعالي ندخل كده نشوف كاتب وصف ولا لا؟ فيش وصف هل ده وصف؟ مش كاتب وصف ده بالخوارزميات اللي انت بتتريع عليها تعرفك ازاي؟ هل انت كده صح؟ يعني هل انت بتتبع النصائح؟ هل لما انت تنزل فيديو كل 6 شهور أو كل شهر أو يعني انت كاتب أو هنا 125 فيديو ولكن هنا 15 فيديو ولا حاجة يعني من الواضح ان انت كنت منزل محتوى مواد استخدامه وحزفته بالنسبة للفيديوهات القصيرة منزل 2 فيديو قصير برضه مش بيال لهم ملامح انت كده بتفتري علينا انت كده التعليق بتاعك تعليق غير منصف تعليق يعني الله يسمح تعالي نشوف كده القناة التانية منوعات باسم بسام طبعا باسم طفل جميل وهورك قناة دلوقتي ونقوله الأخطاء اللي عندي باسم عشان يقدر يصلحها كاتب على الرغم من انني قمت بعمل معظم نصائحك برضه هو كاتب انه هو عمل معظم نصائح الا انني اقتربت من الاحباط القناة بها ما يزيد عن 700 فيديو لكن المشاهدات ما زالت ضعيفة المشتركين ايضا لا يوجد اقبال بشكل مرضي في حين ان قناوات اخرى واقل من قناتي بكثير قد تجاوزتني بمراحل تعالي ندخل على منوعات باسم البسام اول حاجة القناة نفسها اسمها غلط يعني كلمة منوعات في حد ذاته غلط واحنا قلنا مهم جدا ان انت يبقى محتواك متخصص علشان لما يجي لك مشتركين يكونوا مهتمين بالنوعية اللي انت بتنزلها انت نزلت شوية هو عن الحيوانات فانا واحد شغوف بمعرفة معلومات عن الحيوانات واشتركت في قناتك جيت انت بقى نزلت فيديو اسئلة دينية ومش هشوف الفيديو جيت انت نزلت فيديو صورة البقرة تلوى كاملة بصوت الشيخ فارس عباد ساعة 52 اللي قالك نزل الفيديو ده بيضحك عليك انت لو جبت الاربع تلاف ساعة من الفيديو ده القناة هتترفض اصلا هيقولك محتوى معادي استخدامه منزل القرآن اهو لمشايخ كل ده غلط صورة البقرة كاملة للشيخ عباسط اربع ساعة غلط كل ده غلط انت بتنزل محتوى معادي استخدامه بعد كده بدأت تنزل اشياء عن الحيوانات بعد كده حاجات دينية اسئلة دينية او حاجات زي كده بعد كده عملت محتوى معادي استخدامه الفيديوهات دي مش انت اللي مصورها فالفيديوهات دي هتتسبب في رفض القناة لما تكمل اربع تلاف ساعة لازم يكون المحتوى حصري انت عامل شوية فيديوهات هيا حلوة عن عالم الحيوان وممكن انت تكون شاطر في الحتة دي وبتظهر هو في جزء من الشاشة فانت قبر الصورة بتاعتك في الشاشة علشان برضو اليوتيوب ما يعتبروش محتوى غير اصلي وابدأ اشتغل على النوعية دي من الفيديوهات طالما انت مهتم بعالم الحيوان لكن ما ينفحش تنزل سمك لبن طمر هندي انا بسمي دي قناة سمك لبن طمر هندي يعني من كل فيلم اغنية اي حاجة بتيجي في خيالك بتنزلها لو انت قعدت مئة سنة ونزلت خمسين الف فيديو مش هينفح قناتي متنوعة تهتم بالقرآن الكريم والاناشيد الاسلامية والمصابقات الثقافية وايضا احب قراءة القرآن ما ينفحش لازم تركز على حاجة واحد حاجة واحدة انت بتحبها وانت ما شاء الله لسه صغير فركز على الحاجة دي هتبقى خبير فيها مع الوقت ان شاء الله قناتك تكبر بإذن الله تعال نشوف التعليق اللي بعد كده حكاية خبر السيد متحة سليمان كاتب لا اول مرة ولا اخر مرة والله شعرنا شاب وعملنا كل شيء الله يلعن اليوتيوب هو طبعا انا كنت بتكلم في الفيديو ده عن ان انت شوف ايه اكتر المواضيع الرائجة في محتوىك يعني شوف الناس في محتوىك بتهتم بايه واكتر المواضيع اللي عليها بحث في الفترة الحالية في محتوىك وابدأ اعمل فيديو عنها في التاني في التالت في الرابع فاعمل سلسلة من الفيديوهات بخصوص نفس الموضوع علشان اليوتيوب يبدأ يربط الفيديوهات ببعضها ويبدأ يرشح لك فيديو ولا اتنين من ضمن الفيديوهات تعمل اكتر من فيديو في نفس الموضوع فهو كاتب ولا اول مرة بيجيب ولا اخر مرة هو طبعا قناة اغبارية وطبعا بيظهر في قناة ومحتوى جيد جدا ولكن الفيديو الاخير عامله من اسبوعين وبالمناسبة انا كنت تبدي مثال على حمدتي وقلت لو انت قناة اغبارية او وسائقية او قناة يعني بتهتم بالقصص او الحاجات دي ممكن تعمل قصة حياة حمدتي وتعمل سلسلة من الفيديوهات انت جبت 1400 مشاهدة ده كويس قناة 6000 تجيب 1400 مشاهدة في فيديو ده كويس انا ساعات بنازل الفيديوهات بيجيب 2000 مشاهدة فانت ليه بقى ما عملت سلسلة من الفيديوهات بخصوص الموضوع ده الفيديو اللي قابله من شهر من شهر من شهرين المحتوى الاغباري عايز كل يوم فيديو مش شرط ان انت تهتم بجودة الفيديو ويكون فيه منتاج قوي ويكون فيه حاجة واو لا هو المشاهد عايز الخبر لما يحصل فيه قنوات اغبارية بتنزل 3 اربع فيديوهات في اليوم فحضرتك كقناة اغبارية لازم تغطي معظم الاحداث على مدار الاسبوع او على مدار اليوم لازم تغطي الاحداث لازم تمسك موضوع تفضل تشتغل عليه هناخد التعليق اللي بعد كده موني كيدز بتقول الكلام مكرر جدا يعني ما فيه نصائح جديدة بصراحة هي الفكرة انه الاستمرارية فقط ما فيه خطوات ابدا العنوان غير حقيقي بصراحة حضرتك بتقولي الفكرة انه هو الاستمرارية فقط وانت ما بتقولش جديد طيب هل احنا لما نروح كل خطبة جمعة ونسمع الكلام بتاع المشايخ هل احنا لما نسمع حديث اتقال قبل كده او مواعز او نصائح اتقالت قبل كده هل احنا نطلع من الخطبة نقول دي نصائح مكررة او اشياء مكررة وما فيش جديد ولا معنى كده ان الكلام ده صح وان الكلام ده لازم نتابعه علشان هو الصح الطريق الصح مالوش اكتر من باب هو باب واحد كل واحد بيقولي المعلومة بطريقة احنا بنجتهد ان احنا نوفر في كل فيديو حاجة جديدة حتى لو بسيطة وبنقعد نبحث ونشوف عشرات الفيديوهات الاجنبية وبنقرأ عشرات المقالات من مركز مساعدة اليوتيوب وبنشوف عشرات ومئات التجارب وبنحطها في فيديو بشكل مجانا الناس ساعات لما المحتوى يكون مجانا بتستقل بيه لكن لما يروح يدفع فلوس في كورس بقد كده وياخد نفس المعلومات وممكن تكون اقل جودة بيلتزم بالمعلومات دي لانه دفع فيها فلوس ولكن مشكلة المحتوى التعليمي في اليوتيوب طالما المعلومة جات لك بسهولة جات لك بشكل مجانا بتستقل بيها وبتعتقد ان المعلومة مزا تقييمها ولكن انا بأكدلك ان المعلومات اللي احنا بنقولها على القناة لا تقل جودة عن المعلومات اللي موجودة في الكورسات المدفوعة لان احنا بنعمل كورسات مدفوعة على فكرة نلاها كورس مدفوعة في منصة مستر اكاديمي وكورس غالي مش رخيص لصالح المنصة وبنشوف كورسات مدفوعة نفس الكلام تعالي نشوف كده يعني هي بتقول ان الاستمرارية اهم بتاعها كده نشوف الاستمرارية يبقى هي كده مستمرة هي قناة اطفال اخر فيديو عملته من شهر برضو فين بقى الاستمرارية والفيديو دوت هو هو الفيديو اللي هي منزله من خمس شهور ما فيش محتوى فبتنزل نفس الفيديوهات الفيديوهات دي عبارة عن يعني اما بتعمل عليه تعليق صوتي او بتحط انشودة بنفس الصوت بتاعها طبعا ده محتوى معايد استخدامه ممكن يكون الفيديوهات دي عليها وطبع ونشر. اغنية الارقام. كل الحاجات دي محتوى معاد استخدامه. اه ممكن هي تكون عاملة بعض الفيديوهات امورة اوي ما شاء الله لو هي صاحبة القناة. انت لسه زغنونة. فا اه لو ما ممتج بتسمعنا دلوقتي. دي كده المشروع بتاعها. تعمل بقى فيديوهات من النوعية دي. تظهر في الفيديو. تبدأ تقول الفواكت. ده اسمه محتوى هادف بقى. لكن تحطي اغنية تحطي مش عارف ايه. انت كم استعجيلة. انت كده عايزة تقفز مرة واحدة. وعايزة القناة تنط مرة واحدة من غير ما يكون فيه محتوى. لا احنا نعمل ارضية ونعمل محتوى والقناة تكبر مع البنوتة الامورة دي ما شاء الله عليه. اه برضو نفس القصة لو دخلنا مش هنلاقي برضو. اعتقد يعني مش هنلاقي في وصف اهو. فيش اي وصف. الخوارزميات اليوتيوب هتعرف محتوى الفيديو ازاي. انا لما اجي ابحث وقت مثلا. العاب في الحديقة او مغامرات في الحديقة او كزا. اليوتيوب بيقول لك الوصف مهم جدا في عصور المشاهدين على الفيديوهات بتاعتك. فين الوصف? نشتغل شوية. يعني نتبع النصائح المقررة. اللي احنا بنقول عليه المقررة. تعال نشوف التعليق اللي بعد كده. بازل ستار. ده بقى بيعمل كل حاجة فعلا. ولكن في حاجة هو مش مدركها. تعال كده نشوف اه بيقول بتمنى ترد يا غالي. انا برد عليك هو فيديو كامل. كيفك اخي مرة تانية? الصراحة انا جدا محبط بصيب المشاهدات مع انه عم اعمل كل الخطوات اللازمة والفيديو والشرح ولكن في شيء ما عم يجيني. مشاهدات ابدا ابدا يعني المشاهدات ببطء وانا محبط بتمنى تفدي. تعال ندخل على القناة بتاعة الاخ باسل. طبعا هو بيتكلم عن اخبار هولندا بالعربي ولجوء ولم الشامل. يعني هو بيتكلم في محتوى متخصص جدا جدا جدا. ملاحظ ان انت بتستهدف شريحة قليلة جدا. احنا دايما بنقول لازم يبقى عندك وعي بحجم الجمهور بتاع قناتك. هل انت بتستهدف مليون? اتنين مليون? عشرة مليون? ميت مليون? بتستهدف ميت الف بس? فانت على قد الاستهداف بتاع قناتك تتوقع المشاهدات. 6440 مشترك 550 فيديو. اه الوصف بتاع القناة تمام. الاستمرارية ممتازة والانتظام ممتاز. ممكن بتنزل فيديوهين في اليوم وكل يوم فيديو وياكاد يكون ما فيش يوم غير لما بتنزل فيديوهات. الصورة المصغرة الى حد ما جيدة ولكن فيها كلام كتير. الصورة تظل صورة. ممكن انت تكتب كلمتين على الصورة مصغرة تخلي اللي بيشوف الصورة يكون عنده شغف ان هو يدخل على الفيديو وكون هو عنده فضول ان هو يدخل على الفيديو لكن انت بتكتب كلام كتير جدا على الصورة فحاول تزبط الصورة. طب يعني ايه يعني انت بتقول ان حجم الجمهور قليلا. انت بتتكلم عن يعني لم الشامل في هولندا اللجوء لهولندا. يعني فيديوهات ومعلومات بتتكلم عن اخبار هولندا. فكم حد مهتم باخبار هولندا? او كم حد عربي لاجئ في هولندا? طب اعرف حجم الجمهور ازاي? خلينا ندخل على اليوتيوب بشكل عام كده. ونبدأ نكتب اللجوء الى هولندا. تمام? او اخبار اللاجئين في هولندا. فهلاقي هنا اول فيديو متصدر نتيجة البحث جايب سبعة تلاف ونصف. تاني فيديو جايب خمسمائة مشاهدة. الفين ونصف. تلات تلاف. مية وخمسين الف مشاهدة من سنتين. اتناشر الف مشاهدة. خمس تلاف. فاذا المواضيع اللي حضرتك بتتكلم فيها الجمهور بتاعها في حد ذاته وليل. فانت لازم تدرك ده. فالموضوع هياخد معاك وقت لحد ما تجمع عدد كبير جدا من المهتمين بنفس الموضوع. علشان تجيب مشاهدات. فنعرف حجم الجمهور ازاي? بنبدأ ندخل ونكتب كلمات رئيسية من المحتوى بتاعنا في البحث ونبدأ نشوف هل الكلمات دي او المحتوى بتاعنا عليه بحس عالي عليه مشاهدات عالية? ولا لا? اه ندخل على القناة الكبيرة في محتوانا. نشوف الفيديوهات الاكثر مشاهدة عندها. نشوف متوسط المشاهدات عندهم عامل ازاي? وهكزا. طب الحل ايه? الحل انت تحاول توسع القاعدة جمهورية شوية بما يتناسب مع محتوى القناة. يعني ازا انا شايف ان انت يعني بدأت تتكلم عن حاجات في المانيا تمام? فهم انت ممكن تغطي اوروبا كلها. طيب اخيرا بقى علشان انا طولت عليكم علش. نرجع للاخ اللي بيقول انت بتستغل الناس البسيطة. تعال تشوف تعليد انا اه منوعات مرفة عمر بتقول خسرت فلوس كتير في رفع فيديوهاتي عند القنوات الكبيرة. الفيديو اللي بيرفعوه مشاهداته بتعلم. واللي ما بدفعش عليه بيقع. عرفت انه موضوع فاشل. بدأت اعتمد على نفسي. ومشيت على نصايحك. حسنت الصورة والصوت. بدأت فيديوهات تتشاف. الف شكرا لحضرتك والستاذ ايمان. ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا. يعني اتكاد تكون قناتي الى حد ما كبيرة في المجال بتاعنا. وبيجي لي عشرات الايميلات بطلب اعلانات على القناة. انا عايز اعمل اعلان على القناة. حطني في المنتدى. هدفع تلاتين دولار. هدفع خمسين دولار. هدفع مية دولار واعمل لي اعلان. هدفع كزا واعمل لي اعلان. انت بتاخد كام في الاعلانات. انت شفتين قبل كده. حطيت قناة على المنتدى. وبقول ادخلوا. هجوم. خشوا عليها. اعملوا مش عارف ايه. هل انا استغلتك قبل كده. انا اخوي عنده قناة بقاله تلات سنين. عمري في حياتي ما جيت قلتلك. ادخل على القناة او حطيت رابط بتاعها. مع انه مش عايب. ولكن انا مش عايز اي نوع من انواع الاستغلال زي ما انت بتقول ان انت بتستغل الناس البسيطة. فجيب لي موقف في استغلال للناس البسيطة. زي ما حضرتك بتقول. انا اللي بيجي يقول لي حطني على المنتدى. اقول له خسارة وحرام الفلوس اللي هتتفحها. انت ممكن تعمل كده في قناة نفس محتوك. ولكن الموضوع برضو ما بيكونش عن المرضود بتاعه كبير زي ما الناس متوقعة. اما حاجة تعتمد على المحتوى بتاعك. تعتمد على قيمة اللي في الفيديوهات بتاعتك. لانك انت ممكن تروح في قناة كبيرة. وتحط الفيديو. يروح صاحب القناة كبيرة. يقوم مزود لك بسيرفرات. يجيب لك خمس ست الاف مشاهدة. والنتيجة والمحصلة سيف. في قناوات مليونية المنتدى بتاعهم ميت. انا انا مش بضرك. انا بحاول اقدم لك النصائح اللي هتفيدك فعلا في نمو قناتك بشكل اكبر فيه. عشرات المواقع بتكلمني. اعمل لنا اعلان. طب ايه عمل الموقع انت موقع ايه? موقع او برنامج بيزود متابعين بيزود مشتركين وحاجات زي كده. وبيكونوا عايزين يدفعهمها بهالغ محترمة جدا. عشرات الاعلانات بيجيلي برامج او اه مواقع انا ما بقاش راضي عنها او بحس ان هي فيها نوع من الاستغلال للمشاهد فبرفضها تماما. باتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم لو انت من الابطال واستحملتني لحد الوقتي. لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.